يا سيدي أنا لا أدخل في ادعاءات الكاذبة والمغردة المعهودة للنظام المغربي الذي عودنا وعود المجتمع المغربي على الأكاذيب فأصبح ربما في نتيجة كم الكذب الذي كذبه علينا وعلى المجتمع المغربي يصدق أكاذيبه فالآخر برهان على كذب ادعاءات المغرب هو ما جرى يوم 19 يوليوز 2019 في المدن الصحراوية في العيون في الصمارة في الداخلة في الجدور وحتى في جنوب المغرب المجتمع الصحراوي برمته وخصوصا الأطفال أطفال من 12 سنة إلى 16 سنة خرجوا للشوارع تضامنا ومؤازرة للفريق الوطني الجزائري عندما نال كأس إفريقيا فخرج المواطن الصحراوي خرج الشعب الصحراوي عن بكرة أبيه خصوصا في المدن المحتلة لا أقول في المخيمات لأنه هذا تلقائي أو في المناطق المحررة فهذا تلقائي في المهجر فهذا تلقائي لكن تحت الاحتلال فوقعت مشادات عنيفة وقمع بشئ من أجل إسكات صوتهم فرفعوا العلمين الصحراوي والجزائري من صفارة الحكم إلى الخامسة صباحا من يوم 20 يوليوز والمواطنين الصحراويين بأطفالهم برجالهم بنساءهم بشيوخهم في الشارع يكررون تضامنهم ويؤكدون تضامنهم ومؤازرتهم للفريق الوطني الجزائري الشباب الصحراوي بالعكس تماما يعني أكثر جرأ واستعداد ومطالبة اليوم كل يوم يطالبون بالعودة للكفاح المسلح سائموا من الانتظار سائموا من عدم تقدير معاناتهم من طرف المجتمع الدولي من طرف العالم سائموا من إطالة معانات الشعب الصحراوي رغم أن له الحق والحق الواضح والصريح والمعترف به دوليا في تقرير المصير في الاستفتاء الحر والعادل والمزيه لكن العالم يدفعنا مع كامل الأسف إلى اختيارات أخرى العالم عدم إنصاف صبرنا وتعاون ومحاولة إطالة معاناتنا لأكثر من اللازم تدفع بالمجتمع الصحراوي إلى اختياراته طيب سيد إبراهيم غاليك كيف تردون على ربما تقارير منظمة غير حكومية بشأن المساعدات الإنسانية للاجئين صحراويين بأن ربما هناك تحويل هذه المساعدات وربما قلع الفساد هل هذا الأمر لم يعد في عهد السيد إبراهيم غالي وهذه المساعدات ربما كما تقول هذه التقارير فيه فساد في توزيحها وربما من قبل دول مانحة يا سيدي هذا لم يكن في عهد جبهة البوليساري لا في عهد الفقيد والشهيد محمد عبد العزيز ولا في العهد الذي تلاه هذا ادعاءات باطلة وهناك منظمات قامت بتحقيقات دقيقة ووقفت على أنه يعني اللاجئين الوحيدين في العالم الذين يديرون هذه المساعدات بشفافية مطلقة والشهادات موجودة إذن هذه ادعاءات مغرضة مغربية المراد منها قطع أرزاق اللاجئين حتى يستسلموا يظنون أننا قطع أرزاق اللاجئين سيؤثر ذلك على قناعة الشعب الصحراوي على إرادة الشعب الصحراوي على صمود الشعب الصحراوي على تمسك الشعب الصحراوي بحقه على استماته من أجل الدفاع هذا الحق فهم مخطئون نحن لسنا لاجئين خبز لسنا لاجئين كوارث طبيعية هذا لاجئين يقاومون من أجل العودة إلى وطنهم حر مستقل كما كان وكما عرفوا عبر التاريخ إذن حتى بهذه الطريقة لن تجدي طيب في العودة إلى الانضمام المغرب إلى الاتحاد الأفريقي بعد غياب لمدة ربما ثلاث عقود كيف تنظرون إلى انضمامه وربما هل بإمكان للاتحاد الأفريقي هل يمكن ربما حل الموضوع موضوع الصحرا غربية عبر الاتحاد الأفريقي عودة المغرب أنا لا أقول عودة أقول انضمام لأنه لم يغادر الاتحاد الأفريقي غادر المنظمة الأم ثم أسس الاتحاد الأفريقي والمغرب ليست دولة مؤسسة لاتحاد الأفريقي إذن هو انضمام كأي عضو لم يكن قط في هذا الاتحاد انضم إلى الاتحاد نتيجة إحساس شعور بعزلة مطلقة جهويا وقاريا وتأثيرات ذلك على المستوى الدولي واستبشر الكثير من الدول الاتحاد الأفريقية المبادرة وتوقعوا وظنوا أنه فعلا انضمام المغرب إلى الاتحاد الأفريقي سيفرض عليه الالتزام بما يقره الاتحاد الأفريقي وأساسا احترام المثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي إلى الآن هناك خيبة أمل من أصدقاء المغرب الذين كانوا يتوقعون منه أنه سيكون متعاون مع الاتحاد الأفريقي لأن المشكلة الآن أصبح مشكلة بين دولتين عضوين في الاتحاد الأفريقي إذن على الاتحاد الأفريقي فعلا أن يساهم في تقريب وجهات نظر الدولتين العضوين في الاتحاد من أجل الحل العادل والنهائي للموضوع تجربة ثلاث سنوات أو سنتين ونيف هو أن كل اللقاءات التخصصية أو القطاعية أو الإجتماعات التخصصية والقطاعية للاتحاد الأفريقي وإلا يأتي المغرب كبلد مشاغب يخلق المشاكل بدلا من أن يساعد في خلق الأجواء المناسبة للتقدم خصوصا أن القضايا ربما بعض القضايا ليست لها علاقة بالنزاع ولا بالصحراويين لكن يعني انطلاقا من طبيعته كنظام يبحث عن خلق المشاكل خلفية انضمامه والاتحاد ليس الحفاظ على وحدة الاتحاد الإفريقي وقوة الاتحاد الإفريقي وتنمية الاتحاد الإفريقي وأمن واستقرار القارة وإنما جاء بأجندات أخرى هي التي ينفذ اليوم داخل الاتحاد الإفريقي لكن الاتحاد الإفريقي صلم ومتمسك بقراراته متمسك بالدفاع عن بثاقه التأسيسي وعلى المغرب أن يحترم هذا الاختيار السيد إبراهيم غالي معروف أن الجزائر يدعم الأول لجبهة البوليزاريو كيف تؤثر الأزمة السياسية التي تشهدها الجزائر اليوم في ذل غياب رئيس منتخب كيف تؤثر على الجبهة البوليزاريو والوضع لا أعتقد أن هناك تأثير على الموقف الجزائري من القضية الصحراوية لأن الموقف الجزائري هذا موقف إجماع وطني جزائري هذا موقف الدولة مؤسساتها الأحزاب المجتمع المدني وليوم الحراك الجزائري القضية الصحراوية موقف الجزائريين منها هو موقفهم من القضية الفلسطينية هو موقفهم بالأمس من قضية تانجولا أو موزنبيق أو غينيا البساو أو تيمور قضية مبدئية خصوصا الخاصية التي تميز الموقف الشعب الجزائري والدولة الجزائرية من القضية الصحراوية هو بالإضافة إلى المواقف المبدئية فنحن جيران هذا شعب جار هذا شعب ظلم ونحقر على الحدود الجزائري اقتصبوا حقه احتلوا بلاده كيف الشعب الجزائري يدافع ويساند ويتضامن مع شعوب بعيدة كل البعد من حدوده فما بالك بشعب على حدوده تقاسم معاه أكثر من حوالي 50 سنة من العيش المشترك من الدعم والمساندة فرغم الظروف التي مرت منها الجزائر ف تسعينيات تسعينيات القرن الماضي السيد برهمك فبقى الموقف الجزائري ثابت شامخ واليوم بالعكس هذا قضية داخلية جزائرية بحتة نحترم رأي الجزائريين في أمورهم ولكن موقفهم لن يتأثر من القضية الصحرائية فيما يخص كانت أعلنت البوليزاريو أوائل الشهر أوائل العام الجاري أنها ربما دمرت كل ألغام الألغام في مرحلة الثامنة أعتقد من أين تأتي هذه الألغام يعني مخزون الألغام لجبات البوليزاريو من أين تأتي هذه الألغام و كيف تمكنت من إزالتها و لماذا والله هذه الألغام لم ندعم بها من طرف أي دولة و لم تشتريها جبات البوليزاريو هذه الألغام كلها غناعم الحرب من الجيش المغربي فخلال ما سميناه في برحلة معينة بحرب الاستنزاف الجيش الصحراوي يعني غنم آلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف من الألغام سواء مضادة للأفراد أو المضادة للآليات الأكبر أو مضادة للدبابات فباعتبارا هناك اتفاقية دولية طالبت بتدمير كل الألغام المضادة للأفراد جبت البوليزاريو انضمت إلى هذا النداء وإلى هذا النداء الدولي ودمرنا فعلا محزوننا من الأرض لكن عدونا لا زالت حزيمته مليئة بملايين لا أقول مئات ملايين الألغام المضادة للأفراد الجبهة البوليزاريو ربما ستنظم مؤتمر الشعب نهاية العام سؤالي مباشر هل ستبقون على رأس قيادة الجبهة البوليزاريو سأحترم اختيارات الشعب الصحراوي من خلال ما يختارونه في المؤتمر الخامس أسر الجبهة إن شاء الله إذن سيد إبراهيم غالي شكرا على قبلكم دعوة على قلناة الحرة ونتمنى أن نلتقي في فرصة أخرى بإذن الله إذن مشاهدي الكرام كان هذا لقاء خاص مع السيد الأم العام لجبهة البوليزاريو السيد إبراهيم غالي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر